غناك في نفسك وقيمتك في عملك ولا تنتظر من الناس كثيراً من أبرز كلمات عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد النهاردة ذكرى ميلاده اتولد يوم 28 يونيو 1889 قامة ثقافية وموسوعية مصر يعني دائماً بنباهي بها الأمم عباس محمود العقاد حالة فريدة في تاريخ الثقافة المصرية الحقيقة في كافة المجالات سواء في الأدب والشعر والترجمة والكتابة في التاريخ وفي العلوم وفي الفلسفة ثقافة موسوعية بتقدم وجه مهم جداً من وجوه الاستنارة ومن وجوه الثقافة المصرية هو لخص رؤيته في هذه الكلمات النهاردة بعد 60 عام على رحيل عباس العقاد ما الذي تبقى من هذه الشخصية الموسوعية ازاي ممكن نعيد قراءة هذه القامة الفكرية مرة تانية ونستفيد من القيم اللي كتب عنها في كتب وصلت إلى أكتر من 100 كتاب في مختلف مجالات المعرفة محطات أدبية مختلفة توسع فيها وأثر فيها أدبنا العقاد في تاريخ الثقافة المصرية خلينا نستعرض معها ونتكلم عنها مع ضيفنا في الستوديو في صباح الخير المصرية والعربية كمان طبعا بشكر حضرتكم جدا لأنه النهاردة احنا بنحتفي بما يعرف بالكاتب المشروع يعني زي ما كنا بنقول عن نجيب محفوظ هذا العلم في مسألة الرواية أنه كاتب مشروع العقاد من اللحظات الأولى من العشرينيات وما قبل ذلك يعني اهتولت 89 من القرن ربما الثاني العقاد من البداية وهو يعرف أنه يؤكد ويؤصل لمسألة المشروع الثقافي المعرفي الفلسفي لأنه هو العقاد عبارة عن عجنة عجنة من الفلسفة في اتجاه وموسوعية القراءة في اتجاهات صحافة في اتجاه ثالث سياسة في اتجاه رابع علم اجتماع علم نفس دين ولا سيامة الدين الإسلامي والدين المسيحي والتعامل مع الفكر الصهيوني العالمي ووقوفه ضد حتى هتلر كنازية فإذا نحن أمام سياسي وأمام كاتب مفكر بامتياز يعني أنا لو جيت أقول مصر بتمتلك ترسانة من المفكرين لازم أقول من هؤلاء المفكرين الكبار الفلسفة الكبار عباس محمود العقاد ممكن أقول ده على طاع صين العظيم ممكن أقول ده على بعض الكتاب زك نجيب محمود ولكن لما بقف عند العقاد بنجد أن مشروعه مقسم مشروع أولا بيحكمه العقل بيحكمه الفكر بيحكمه العلم حتى في كتابته للإبداع بالمناسبة يعني ربما نجيب محفوظ لما جي يكتب رواية كتبها من عباءة الرواية العالمية بمعنى أنه فهم جيدا تقنيات الرواية العقاد ربما بيفهم ده جيدا نتيجة لإطلاعه على الأداب العالمية من خلال اللغة الإنجليزية وربما بعض اللغات الأخرى ومنها الألمانية إلى جانب العربية بنجد أن الفكرة عند العقاد هي الأساس في بناء لا أقول عبقرياته عبقريات محمد وكلامه عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلي وعمر بن العاص وعمر المجموعة المهمة التي أسست وأصلت لما يعرف به الديمقراطية الإسلامية لأنني أريد أن أقول أننا أمام كاتب لا يأخذني إلى مسألة لانغلاق الفكري حتى في فترة الإخوان المسلمين في بدايتها أنا أقول أن العقاد سنة 28 عمل كتاب وكأنه ينظر لما نحن فيه الآن الحكم المطلق في القرن العشرين كلمة المطلق التي أريد أن أقولها هنا أنه يدعو عكس المطلق بمعنى أنه لا للدكتاتورية ولكن أنا مع الديمقراطية سأخذ من كلام حضرتك الحديث عن العبقريات لأنها من أشهر مؤلفات وإبداعات يعني عباس محمود العقاد ودائما المشاهد أو القارئ أو من اقترب من عالم عباس العقاد عارف كويس العبقريات اللي هو بدأها بعبقرية محمد مرورا بعبقرية الصديق وعلي وعمر وعبقرية المسيح أيضا كتاب مهم جدا عبقرية السيد المسيح سر هذه الشهرة اللي حازتها هذه العبقريات وهي أيضا ناتجة عن عبقرية العقاد نفسها لأنه في مفاتيح عبقرية العقاد أن يلخص هذه الشخصيات ويؤمن بقيمة الفرد في تغيير التاريخ إزاي أقدم هذه العبقريات ووصلها إلى الناس برغم من لوجتها الصعبة بشكر حضرتك جدا ناتون محمد لأنه ده السؤال اللي بيأخذنا إلى الكوري يعني بيأخذنا إلى عمق فكر العقاد كيف أتعامل مع الإسلام مع المسيحية مع الأديان بشكل عام ولكن بالفكر بالمنطق بالعقل يعني لما جاء في عبقرية محمد أعتقد أنه أعطى لنا صورة مغيرة حتى لما أتى في الأديان بشكل عام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو ثالث في شخصية النبي محمد أنه أبرز لنا حتى في السطول الأولى من الكتاب إنسانية محمد عليه الصلاة والسلام في التعامل مع البشر وكأنه يريد أن يقول أن رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن على صعيد علم الاجتماع لم تكن على صعيد العلم الديني فقط ولكن فكرة السلوك الإنساني الطبيعي السلوك الإنساني المعتدل وكأن العقاد بالمناسبة وده حتى في منهجه بشكل عام الإنسانية رقم واحد يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ربما أقام هذه الأمة الإسلامية حتى هذه اللحظة لا أقول بمسألة الفكر ومسؤولة المنطق اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كمان في السلوك الشخصي لهذه الشخصية المجيدة بالنسبة لنا ما أريد أن أقوله أن ربما كتابه عن عبقرية محمد جاء بالمصادفة بمعنى أنه كان في حي العباسية وكان في احتفال مولد كده وإذا بشخصية تتكلم بشكل غير لطيف جدا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا أوقفه العقاد أخرجه من الجلسة ثم بعد ثلاثين عاما ثلاثين سنة مرت على الحدث ده وبدأ عبقرية محمد هذا الكتاب المهم اللي جعلنا بالمناسبة نؤكد على أن هذا النبي المصطفى هو أساس في مسألة علم اجتماع الحياة علم السلوك الإنساني لأن العقاد في أساس فكره كله هو كيف أمنطق حتى الدين لأنه بعد السلسلة العبقريات دي أكد لنا عن مسألة الإسلام والديمقراطية داخل الإسلام التفكير داخل البنية الدينية الإسلامية والجميل كمان أن الأظهر الشريف بعد هذه العبقريات أسند هذه الكتب إلى التدريس في التجاهة يعني أقام قاعة مهمة باسم العقاد وده اللي بيأكد لنا على أن الأظهر الشريف دين الوسط كمان العقاد حينما تناول الأنبياء أو الصحابة تناولهم بوجهة نظر علمية وسطية الوسطية هنا بقى معناه أنه تعامله مع النبي محمد وشخصية النبي محمد على أنه إنسان هل يستطيع أن يؤثر فيه غيري في الأديان الأخرى؟ نعم استطاع وكلام حضرتك بقى اللي جعلني أقول في مسألة الوسطية دي إحنا بدأنا بعبقرية محمد ثم انتخل إلينا إلى المسيح عليه السلام وكأنه بيقول عبقرية الأديان حينما نتكلم على الأديان اذهبوا إلى الوسطية فيها من خلال الشخصيات المرموقة فيها وليكن محمد عليه السلام والمسيح عليه السلام ينقلنا إلى فكرة آخر فلسفي لا أقول وجودي بقدر ما أقول موسوعي في كتابه على الله وجود كيف نثبت وجود الله في حياتنا وفي سلوكنا وفي شخصياتنا لذا أرى أن العقاد هو فيلسوف إسلامي ولكن بين قوسين الإسلام الديمقراطي اللي بيفتح نوافذ الفكر والحياة والحضار على الثقافات الأخرى وعلى الأديان الأخرى كان عنده طريقة معينة يعني كان من المجددين وكان دايما ضد التقليدين مش ضد ولكن كان بجابه التقليديين بالحجة ويمكن ده اللي خليه يتجه للكتابات في الأديان أو الكتابة الإسلامية بعد عمر الخمسين قبلها كان مهتم بكتابات أخرى وبشكل مختلف من الكتابة النقطة اللي عملت التحول ده كانت فين وإمتى بشكر حضرتك جدا لحنا لما بنقول كده عن إنسان أنه حداثي أو مجدد معناه أنه ليه رؤية مغيرة عما سبق ربما تجلى ده بشكل واضح في كتاب الدوان في الأدب والنقط يعني اللي كتبوا من مشاركة مع المزني وفي الكتاب ده هو تمرد على شكل القصيدة التقليدية اللي قبله بما كتبوا أو نظموا أو الشعر العظيمي اللي كتبوا أحمد شوق يعني نسب شوقي إلى مسألة الكلاسيكية بمعنى أنه بيكتب بشكل تقليدي وكأن العقاد في ذهنه من الداخل هو فكرة تطور الشكل والمضمون بما يتوافق مع الثقافات العالمية يعني هو يفهم التراث قرأ التراث جيدا ولكن كما ذكرتا حسين نأخذ من التراث ما هو قابل للتجديد أنا أعتقد ولا أظن إن منهج العقاد في مسألة التجديد ومسألة الحداثة لا أقول إنجليزية فقط ولا ألمانية فقط ولا فرنسية فقط ولكن كمان هو كيف نجدد رؤيتنا إلى التراث بداية من القصيدة نحن نقول إن الشعر هو أساس الثقافة العربية هو ديوان العرب هو جاء عند فكرة ديوان العرب قال لا طب ما تيجي مع ديوان العرب ده نغير في شكل بدل ما نكتب قصيدة بروية واحد وقافية يعني متوالية تعالوا نخرج لحاجة اسمها الشعر المرسل أن أتحرر من التكرارية الموجودة في القافية أو الروية الأخير وعمل لنا شعر المقطوعات وبدأ تظهر لنا مدرسة ديوان في المدرسة ديوان تحديداً عفوا لأنه منطلقة من هذا الكتاب تم تأسيس مدرسة تجديدية في مسيرة الشعر العربي هي مدرسة ديوان طبعاً مع عبد الرحمن شكري والمازيني المدرسة دي أثرت إزاي في مسيرة الشعر المصري والعربي تحديداً طبعاً ناقب بس الدكتورة منا وقفت عندي نقطة مهمة أنه الفكر المتغير على صعيد إبداع ده بيؤكد على فلسفة العقاد وفكر العقاد التجديدي ده اللي انعكس على رؤيته للأديان والفلسفات وما إلى ذلك المدرسة بقى الجميلة هي مدرسة ديوان ثم مدرسة أبولوة المدارس اللي اعتمدت على البنية أو الشكل أو الفورم الذي أتى إلينا ربما من الغرب بمعنى تجديد القصيدة اللي أتى إلينا من المنحة الفرنسي منحة الألماني منحة الإنجليزي الجزء الأوروبي أنا شايف أن العقاد والمزني وشكري في مسألة الدوان أو مدرسة الدوان هو فكرة أننا نجدد في مضمون القصيدة وشكل القصيدة بدل من أن القصيدة قديماً حتى لغاية كما يرى هو طبعاً شوئي أو حافظه شوئي أنه بتتكلم عن أكثر من غرض أو أكثر من موضوع داخل القصيدة هو قال لا طبعاً تيجي نتكلم القصيدة كلها تتناول وحدة موضوعية يبقى عندنا موضوع واحد فقط ويتماس مع فكرة الإنسان أكلم الطبيعة وأحتك بالكون حولي أعبر عن وجدانياتي ومشاعري أزمة الإنسان في القرن العشرين وده معناه بالمناسبة هو تأسيس لما يعرف ليه الرومانطقية أو الوجدانية داخل بنت القصيدة العربية بعد مدرسة مطران خليل مطران طيب العقاد كان له معارك أدبية كان شديد النقد لما لا يتناسب مع أفكاره وكان لا يخجل من أن يطول بقلمه يعني من زملائه وأصدقائه في معارك أدبية يعني كان لا يخجل من الموضوع ذلك مشكلتنا مع العقاد أنه رجل عصانه رجل يمتلك فكر ويمتلك قلم فبالتالي هو عنده القدرة الكافية والثقافة الكافية للدفاع عن نفسه لذا ربما اختلف مع أحمد شوقي اللي احنا بنقول أن شوقي هو شاعر القرن العشرين هو مش بنشعراء هو شاعر القرن العشرين بقدرته وكفاءته في بناة القصيدة اختلف مع شوقي وجعل شوقي ينتمي إلى الجيل السابق أو التقليدية في بناء القصيدة اختلف مع طاع حصين عن قبل علاء المعارف اختلف مع مصطفى صادق الراف اختلف مع كل ما ينتمي أو يسمى في ثقافتنا بالتقليدية هو مش عايز ينتمي لفكرة التقليدية في الفكر وكأن العقاد بالمناسبة هو المفكر المتمرد ولكن التمرد هنا كما قالت حصين بعد ذلك عن مارجليوس وعنتين في مسألة الشك أنا بشك إذا أنا موجود ودكرت وما إلى ذلك بدأها العقاد مبكرا جدا تعالوا بنا نشك حتى في بعض القضايا التراثية حتى نصل في النهاية إلى الفكر المتمدن أو ما يعرف بديموقراتية الفكر يعني احنا محتاجين حلقات وحلقات عشان نتكلم عن عباس محمود العقاد لكن الكلمة اللي حضرتك قلتها في بداية هذا الحوار هو يعلي من قيمة العقل دائما يعني يعمل العقل في كتابته الأدبية والفلسفية وحتى في كل الأفكار والمقالات الصحفية اللي بدأها في حياته فاحنا محتاجين إعادة أو استعادة عباس العقاد بعد مرور ستين عام على رحيله باستعادة قيمة العقل كمان في الكتابة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التحليل وهذه المعلومات دكتور شريف الجيار واستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كليتا الألسن بجماعة بني سويف نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا